أستاذ جمال سليمان طبعاً مسلسل صديق العمر بتكلم حركة عن زعيم الراحل جمال عبد الناصر اتعرض في رمضان لقبل الفات هل كان مغامرة دا ولا لا؟ طبعاً صعب جداً ومغامرة كبيرة خاصة أن المسلسل تعرض إلى فترة عادة كل الكتاب والمخرجين والفنانين بيتجنبوها هي الفترة ما بين 1961 اللي هو تاريخ الانفصال ما بين سوريا ومصر يعني انهيار مشروع الوحدة و1967 اللي هي الهزيمة النقراء يعني اللي حصلت يعني في سوريا وفي مصر أمام القوات الإسرائيلية فمروراً بحرب اليمن اللي المشهد دا بيتعلق بحرب اليمن ففي ثلاث محطات الحقيقة كان فيهم انكسارات كبيرة في رحلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فعادة كل الأعمال الفنية بتيجي على تأميم القناة وحرب ال56 اللي هي الحاجات البرزة جداً وبتوقفين بس الفترات التراجع والانكسارات يتم تجنبها لأنه هي فترة حريجة جداً نعم فطبعاً تصدي لها مسألة تصدي شخصية عبد الناصر من حيث المبدأ مسألة صعبة جداً فيها مغامرة والتصدي للفترة الزمنية اللي المسلسل تصدى لها برضو يعني فيها مغامرة نجح تبدأ أولاً يا سيد جبان سليمي لا أنا بيرأي أنه دا مسلسل له قيمة نعم وله قيمة يعني لو حصل يعني في المستبع اللي الناس رجعت لهذا المسلسل هتكتشف أنه هذا المسلسل له قيمة فيه عيوب بدون أدنى شك نعم ما إيه من ضمن عيوبه في رأيك أنا بيرأي أنه مسلسل زي دا كان لازم يبقى مرصد له ضعف الميزانية وضعف عدد أيام التصوير نعم يعني في حاجات ما ينفعش يعني أنا بعمل مسلسل أنه فلان مطلق أمراته لأنه اكتشفت أنه هو حابب وحدة حابب السكرتيرا فبخصص لهذا الموضوع العظيم مئة يوم تصوير ومثلاً 2 مليون دولار نعم وبعدين عاوز أعمل مسلسل عن عبد الناصر من انهيار الوحدة حتى حرف حتى حتى يعني اختفاء المشير عبد الحكيم عامر ورحيل الرئيس جمال عبد الناصر برضو بمئة يوم تصوير وبرضو بنفس المبلغ أو يمكن أكتر شوية لأنه عشان يعني أنه حنشتري ملابس مثلاً لأنه يعني أنا بيرأي أنه دا تفكير عربي يعني إنتاجي مش بمكانه فده نعكس الحقيقة بدون أدنى شك على الله لكن لكن المسلسل برضو فيه أشياء مهمة جداً من ناحية الطرح وأنا بيرأيي أنه تعرض إلى تعسف نقدي ظالم نعم حتى برضو اللكنة مطاردة حضرتك برضو اللكنة المصر هو طبعاً فيه باللكنة دروبات في مشاهد معينة محدودة عددها قليل أصبحت هي الموضوع وكأنه يعني يعني طب ماشي نفترض أنه فيه مشاكل في اللكنة فيه مشاكل مثلاً بالإضاءة عحبس وباقي العناصر وفين الموضوع يعني